السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ابنائي وبناتي طلبة وطالبات تعليم الفني الصناعي والزراعي اهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء للصف الاول احنا هنبدأ ان شاء الله مع بعضينا الترمي التاني بعد انتهاء الاجازة بتاعتنا وارجو ان انتم تكونوا استمتعتوا بيها وكمان تكونوا حصلتوا على درجات معقولة او مقبولة في الترمي الاول بعضناك لقى الامتحانات سهلة وقدر يحصل فيها درجات كويسة ودي هتساعدوا في الترمي التاني لان زي ما احنا عارفين ان درجات الترمين بتتجمع على بعضيها طيب اللي كان عنده اي ظرف من الظروف او ما ساعدوش الحظ انه يحقق درجة كويسة في الامتحان قدام منه الترمي التاني يقدر يعوض ونبدأ من اول الترمي في الاهتمام بالمادة ومتابعتها وان شاء الله درجات الترمي التاني لما تتجمع على الترمي الاولاني هنحقق برضو النجاح الترمي دو يعتبر اسهل من الترمي اللي فات وكمان حضرتك خدت حاجات في خلال الترمي اللي فات هنعيد استخدامها مرة تانية لان الفيزياء ومعلومات الفيزياء وقوانين الفيزياء عامل بالضبط ازاي النحو بالنسبة للغة العربية الجرامر بالنسبة للغة الانجليزية تراكمي يعني ايه تراكمي يعني المعلومة اللي انا باخدها ممكن بعد كده ارجع استخدمها مرة تانية مش اقول انا خدت المعلومة بتاعتي وامتحنت وانتهى الامر على كده احنا هنلاقي سهولة ان شاء الله في الترمي دو علشان خاطر الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها او اتمررنا عليها او خلاص احنا بقينا نعارفين يعني ايه قانون رياضي يعني ايه رموز يعني ايه مسائل وزاي بنقدر نحلها الترمي ده بنبدأ بيه الكلام على درس التصادمات هناخد انواع التصادمات منها التصادم المارين وغير المارين هناخد كمية التحرك وهناخد كمان الصاروخ متعدد المراحل بعد كده بننتقل في الترمي دوت للطاقة الحرارية او درجة الحرارة ودي من اكتر الدروس المرتبطة بحياتنا احنا سبق قبل كده وقلنا ان كلمة علم فيزياء معناها علم دراسة الطبيعة وبالتالي هي بتفسر لي زواهر كتيرة بتحصل حوالينا فالجزء الخاص بالحرارة هنلاقيه قريب مننا شوية ليه لانها دي تابعة للمشاهدات اليومية اللي احنا بنتعامل معها يعني ليه الجو بيبقى برد بحس بدرجة البرودة بحس ان انا درجة حرارة الجو منخفضة ازاي اقدر امسك كوباية واقدر اقول ان هذا الكوب دوت مثلا ساخن او بارد كل الحاجات الخاصة بدرجات الحرارة ويعني ايه درجة حرارة وحدات القياس بتاعها الاجهزة اللي بستخدمها لقياس درجات الحرارة كل ده حنبدأ ندرسه اتباعا في الدروس القادمة ان شاء الله وحيختم الترمي بتاعنا بدراسة التلاجة وطريقة عمل الثلاجة الكهربية وزاي التلاجة اللي عندك في البيت تعرف هي بتعمل عملية التبريد ازاي والحاجة اللي بتساعدني على خفض درجات الاطعامة داخل الثلاجة طيب نبدأ بقى اول حلقات الترمي دوت مع بعضينا وهي اللي بتتكلم على التصادمات انا عندي نوعات من انواع التصادمات او حضرتك عندك السنة دي في الكتاب نوعات من انواع التصادمات تصادم مارن وتصادم غير مارن من الاسم بتاعه كده اقدر اقول ان التصادم المارن ده حاجة هينة او حاجة لا يحدث فيها اي فقد في الطاقة بتاعتي يعني لو جسمين اصطدموا مع بعض زي ما يصطدموا كمية الحركة بتاعتهم قبل التصادم هي هيها بعض التصادم يعني انا مش هفقد اي حاجة من الطاقة بتاعتي واحنا سبق قبل كده فهمنا يعني ايه كلمة طاقة حركة في خلال الترمي اللي فات وكمان اتكلمنا على كمية التحرك واحنا بنتكلم على كمية التحرك في الترمي اللي فات اخدنا ان كمية التحرك هي حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته وكمان عارفنا مع بعضنا والمعلومة دي اتحنستعملها برضو الترمي ده ان كلمة كتلة الرمز بتاحها ام وعارفنا بقى الطلبة اللي مكانوا ومتابعيننا عارفنا احنا فصارناها ازاي الناس اللي لسه ما تابعوناش من الترمي الاولاني ولسه جايين يتابعونا دلوقتي انا بقول لحضرتك ان لما باجي اتكلم على كمية فيزيقية برمز لها برمز والرمز ده مرتبط بيها خلاص انا عارفت ان الكتلة رمزها ام وقلنا ان الام ده عشان اول حرف من الكلمة باللغة الايه الانجليزية عشان الكتلة اسمها ماس فانا دلوقتي لما اجي احط لك المعادلة واقول لك ان اف بتساوي اا اا ام في ولا كده انت خلاص عارفت يعني ايه اف يعني ايه ام يعني ايه في في دي اللي هي السرعة الام اللي هي الكتلة والاف اللي هي ايه اللي هي القوة امثلة عديدة حوالينا في الكون وبنتعرض لها كل يوم على التصادمات دي اللي هو التصادم الايه التصادم المارن طيب فيه نوع تاني من نوع التصادمات تصادم غير مارن وغير مارن من كلمته كده ان في حاجة بتحصل فيه التصادم غير المارن هو تصادم كمية حركة الجسم قبل التصادم بتختلف عنها بعد التصادم لا تساويها بعد التصادم طيب احنا قلنا قبل كده ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم تمام انا معاكم طب الطاقة دي راحت فين اه زي ما خدنا ان الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من عدم لكن كمان اخدنا ان الطاقة بتتحول من سرعة الى اخرى فعند تصادم جسمين تصادم غير مارن جزء من طاقة حركة الجسمين اللي هي قبل التصادم بتتحول الى صوت حرارة اه نتيجة عملية الاحتكاج ممكن مسلا لو سيارتين حدث بينهم عملية تصادم بيحصل ايه للسيارة بنحس ان البادي بتاعها او الجسم بتاعها الخارجي بيحدث في انبعاج حتى عملية الانبعاج دي فيه قوة او فيه طاقة استخدمت لتجعيد او او الاستضام بتاع الايه بتاع السيارة بتاعتي ازا انا عندي نوعين من انواع تصادم تصادم مارن وتصادم غير مارن التصادم المارن زي تصادم جزيئات الغاز. جزئيات الغاز دي تخبط في بعضها تصطدم وتعود مرة اخرى دون ان تفقد اي حاجة جزء من طاقة حركتها. بينما مسلا زي السيارات تصدم السيارات لا. ده اطلق عليه تصدم ايه? تصدم غير مري. لان طاقة حركة الجسم بعد التصدم تختلف عنها آآ قبل التصدم عنها بعد التصدم. حضرتك بتبقى قاعد في في الاودة كده وبعدين تسمع صوت فرمالة جمدة. دي جزء من الطاقة. في جزء من طاقة حركة السيارة تحولت لطاقة صوتية. اللي انت بتسمحها في حملية الايه? الفرمالة والاحتكاك السيارة بالارض. كمان ممكن لو لا قدر لا السيارة دي استضمت انت هتسمع صوت الخبطة بتاعتها. اذا في طاقة صوتية. في جزء من طاقة الحركة تحولت لطاقة ايه? صوتية. كمان لو اتخبطت العربية العربية او السيارتين مع بعض ببصة لقي ان درجة حرارة الجسمين نتيجة للاستضام ده درجة الحرارة تفعت ما ده جزء من ايه? من الطاقة المفقودة او الطاقة المحولة. طيب. الكلام دوت كلام آآ نظري بس كده? لأ. احنا كمان هناخد له قوانين وهناخد له مسائل وهنراجع تاني ازاي اقدر احل المسألة بتاعتي. زي ما قلنا لو احنا بتدينا بقى اهو ترمي جديد من الاول لو احنا بدأنا واحدة واحدة مع كل درس آآ اسمعته آآ من اماكن مختلفة سمعته من مدرسك في الفصل انت قررته في الكتاب سمعته على قناتنا هنا من من عدة مصادر وحضرتك بدأت تتركز فيها حلاء الدنيا ايه? الدنيا سهلة. وكمان الترم دو الترم اسهل كتير من الترم اللي فات. وانت اصبحت اكبر بادقة تتعامل مع مادة الفيزياء حبها وذاكرها هتلاقيها سهلة معاك. يلا بينا نبدأ رحلتنا خلال آآ الترمي التاني من مادة الفيزياء للصف الاول آآ ونبدأ دي التصادمات. يلا بينا كده نبدأ. بص معايا كده على الشاشة اللي تظهر لك دلوقتي. التصادمات. احنا قلنا ان انا عندي نوعين من انواع التصادمات سيادتك هتدرسها السنة دي. التصادم الاول اللي هو التصادم المرن. التصادم النوع التاني من التصادمات هو التصادم غير المرن. يبقى احنا هندرس التصادم المرن وغير المرن. وده اول درس عندي في هذا الترم. يعني ايه التصادم مرن? يعني ايه التصادم غير مرن? يبقى انواع التصادمات عندي تصادم مرن والمقصود بالتصادم المرن? انه هو تصادم بين جسمين لا يصحبه تغير في مجموعة طاقة حركة الجسمين بعد التصادم عن مجموعة الحركة قبل التصادم. زي كده شايفين اتخبط الكورة وبدأت تحركت تانية. الكورة الاولانية وقفت والتانية تحركت. فاكرين اللعبة دي اولاد? بصوا بقى معي. دلوقتي انا بسحب الكورة دي فبعمل عليها شغل. ببزل عليها شغل. هذا الشغل يحفظ في صورة طاقة وضع. لما بتركها بتبدأ تخبط في الكورة في بقية القور بص نفس المسافة وبنفس السرعة اللي خبطت بيها الكورة الاولى هتتحرك بيها الكورة الاخيرة. يبقى هنا دي بسميها تصادم ايه? تصادم مارن. واكبر مثال عندي هو تصادم جزيئات الغاز. تجد ان جزيئات الغاز تصادم ببعضها دون ان تفقد جزء من طاقة حركتها. طب عايزين نسبة ان تصادم المارن لا يصحبه تغير في طاقة الحركة. بصوا معايا كده. انا زحبت الكورة وسبتها. بصوا الكورة الاولانية حصلها ايه? توقفت. والاخرى تحركت. لما رجعت خبطتها تاني وبدأت تعمل نفس الحاجة. تعالوا نشوف تفسيرها ايه? ادي الكورة بتاعتي اللي مربوطة بالحبل. وهدت هنا ام واحد معناها ان الجسم اللي قتلته الكتلة الاولانية. مش انه واحد او اتنين لا انه الكتلة الاولانية. الكتلة الاولانية سحبتها الى الخلف عشان كده هلاقيكم. هنشوف كده فيه خطوط كده من القطة. ده معناها ان هي دي حاجة غير حقيقية. يعني ده وضع مؤقت. انا هسحبها الورا وهسيبها. هتبدأ الكورة تتحرك الى الامام. لما تتحرك الى الامام هتصطدم بالجسم التاني. اللي هو ام اتنين. الكتلة التانية. يعني هنا الكتلة الاولانية استضمت بالكتلة التانية. اه اللي حصل عندي? الكتلة الاولانية توقفت عن الحركة بينما الكورة التانية بدأت تعمل ايه? بدأت تتحرك في هذا الاتجاه. طب بص يا ولد بقى معي. لما لما الكورة دي بدأت تتحرك. يعني ليها حركة? ليها طاقة حركة. دي كانت طاقة حركتها ايه? احنا عارفين ان طاقة الحركة بتاعتي او كمية التحرك بتاع الجسم كمية التحرك هي عبارة عن ايه? عن ام في. طب الكتلة دي كانت متوقفة. يعني سرعتها تساوي ايه? تساوي صفر. يبقى ايا كانت الكتلة ديت ايه? حبصة لقيها ايه? حضربها في صفر يبقى هزيه كمية تحرك الكرة التانية ديت اللي هي ام اتنين صفر. طب لما حدست عملية التصادم مين اللي توقفت عن الحركة? ام واحد. الكتلة الاولى توقفت عن الحركة. طالما توقفت عن الحركة يبقى سرعتها بتساوي صفر. ازا كمية التحرك بتاعها بتساوي صفر. مين اللي بدأت تتحرك هنا? الكرة التانية. ازا اصبح لها سرعة. وهي اصلا لها كتلة. ازا اصبحت هنا هي دي اللي لها كمية الايه? كمية التحرك. يبقى انا هسحى بالكرة للخلف. هتركها. تتحرك الى الامام. هتصطدم بالجسم اللي كتلته ام اتنين. هتتوقف الكتلة اللي هي ام واحد وتبدأ الكرة اللي هي الكتلة ام اتنين في الايه? في التحرك. ده اللي انا بسميه التصادم الايه? التصادم الماني. زي مثلا حضرتك كده لما بتلعب آآ لعبة البلياردو دي. بصوا بقى بالسلوموشن كده. انا خبطت الكرة. خبطت الكرة التانية. الكرة تحركت. بينما الكرة الاولى ايه? الكرة الاولى آآ توقفت مكانها وديت اللي تحركت. ازا هنا دي كانت بتتحرك فتوقفت. دي كانت متوقفة فتحركت. طب بصوا بقى معايا ياولاد. عملية التصادم لا ينتج عنها اكتساب او فقد لكمية التحرك. طب احنا عايزين بقى نسبة ان عملية التصادم المارن دي ما اكتسب ما اه فقدتش كمية التحرك ولا فقد ولا اه لا اكتسبت ولا فقدت. ببساطة جديدة. انا عندي مجموع كمية التحرك قبل التصادم بيسبق مجموع كمية التحرك بعد التصادم. وبالتالي انا هنا ما فقدتش اي حاجة من كمية التحرك بتاعي. طب تعالوا نشوف مجموع كمية التحرك قبل التصادم كانت ايه? كانت كتلة الجسم الاولاني اللي هو ام واحد في سرعته فبالتالي بسميها في واحد. بينما الجسم التاني كان متوقف. وبما انه كان متوقف يبقى كمية الحركة بتاعته كانت تساوي ايه? صفر. لان هذا الجسم ليه كتلة ولكن ليس له ايه? ليس له سرعة. طيب بعد التصادم ايه اللي حصل بقى? الجسم اللي كان بيتحرك اللي هو ام واحد في واحد توقف عن الحركة. فاصبحت كمية التحرك بتاعه بتساوي صفر. بينما الجسم التاني اللي كانت كتلته ام اتنين بدأ يتحرك. اذا بقت كمية التحرك بتاعه ام اتنين في اتنين. طب بصوا معي يا ولاد كده. مش الكتلتين لو كانت الكتلتين متساويتين يعني ام واحد بتساوي ام اتنين. طب دي بتساوي دي. يبقى المعادلة هتفهم منها ايه? طبعا الصفر دي قيمة ملهوش اي قيم. يبقى اكيد ان ال في واحد بتساوي في اتنين. يبقى بما ان ام واحد بتساوي ام اتنين. ازا في واحد هتساوي في اتنين. يبقى هنا انا ما فقدتش اي حاجة من كمية الحركة بتاعتي. تعالوا نشوف المسألة دي. ونقرأها بالراحة كده يا ولاد. من غير ما نحل المسألة رياضية احنا ممكن اوصل للحال. كراتين كتلة كل منهما خمسة كيلو جرام. احدهما ساكنة. والاخرى تتحرك نحوها بسرعة اتنين متر الكل سانية. على سطح افقي املس. فاصطدمت بها فما هي سرعة كل منهما بعد التصادم. بصوا يا ولاد. هو بيقول ان انا عندي كرتين. والاتنين ليهم نفس الكتلة. يعني الكتلة هنا ما لها متساوية. واحدة كانت ساكنة. وبدأت التانية تتحرك نحيطها. لما هتتحرك نحيطها. ايه اللي هيحصل? هتتحرك الكرة اللي هي الساكنة. هتبدأ تتحرك بسرعة مقدرها. مقدرها ايه هو ده اللي طلبه. بما ان كتلة ام تساويتين ازا السرعتين هيبقوا ايه? متساويتين. يبقى انا ممكن احل هالو كده واقوله بما ان ام واحد بتساوي ام اتنين. ازا في واحد بتساوي في اتنين. طب انا عايز اتحقق من الموضوع ده. اتحقق منه رياضيا. اتحقق منه رياضيا ازاي? بصوا معي. اهو. انت قلتلي ان ام واحد بتساوي خمسة. وام اتنين بتساوي خمسة لان كتلتي هما. في اتنين لسرعة للكرة المتحركة او للجسم المتحرك بيساوي اتنين. انت بتساوي اتنين. انت بقى عايز ايه? انت عايز في اتنين. عايز سرعة الجسم التاني. يلا بينا نعوض في القانون بتاع اللي انا لسه باخده? ام واحد في واحد زائد سفر بتساوي سفر زائد ام اتنين في اتنين. ام واحد في واحد ديت اللي هي كمية تحرك الجسم اللي هو اصلا بيتحرك. والصفر ده كمية تحرك الجسم اللي هو ايه? الساكن. بعد عملية التصادم بما انه قال لي ايه? قال لي سطحة املس. يعني مفيش اي حاجة هت ايه? هتأثر عليه. اصبحت الكتلة الاولانية هتتوقف عن الحركة فهتبقى كمية تحركها صفر. بينما الكرة التانية اللي هتبدأ تتحرك. يلا نعوض. اهو. الكتلة الاولانية بخمسة وسرعتها باتنين زائد صفر. الناحية التانية صفر بتساوي الكتلة التانية في السرعة بتاعت الجسم التاني اللي هي مطلوبة. يلا السفر مالوش اي لازمة. اتنين في خمسة بعشرة. وهنا خمسة في اتنين. الرياضة بتاعتي هعمل ايه? حوضي الخمسة دي الناحية التانية. بعكس الاشارة. وتطلع فعلا سرعة الجسم التاني هتبقى مساوية لسرعة الجسم الاولاني بتاع قبل التصادم. وبالتالي ده نوع من انواع التصادم الايه? التصادم المرن. تعالوا نبصي كده. شايفين يا ولاد? ادي الكرة بتتحرك في الاتجاه ده. ورجعت في الاتجاه الاخر. بنفس السرعة. يبقى ده بسميه ايه? بسميه تصادم مرن. التصادم غير المرن. ده النوع التاني من انواع التصادمات. في التصادم غير المرن. هو تصادم بين جسمين يصحبه نقص في طاقة الحركة بعد التصادم. زي ما قلناه? ان هو في جزء من طاقة الحركة بتاعتي بتفقد. يا اما في صورة حرارة او صوت او اه امبعاج مسلا لو لو في استضام سيارات هلاقي ان الجسم بتاع السيارة من برق اه امبعاج الطاقة اللي مبزولة لي اه الامبعاج اللي حصل في السيارة ده هو عبارة عن جزء من طاقة الحركة المفقودة. طيب. بنركز بقى مع بعدينا لو احنا فهمنا التصادم المرن هلاقي ان التصادم غير المرن سهل بالنسبة لي. بصوا معايا شايفين السيارات ده مثال التصادم غير المرن. شايفين عملية هل سرعة السيارة بعد التصادم بعد ما خبطت كده هتبقى زي سرعتها وهي دخلة? طبعا لا. اكيد طبعا سرعتها ايه? سرعتها هتقل. بصوا معايا. ده نوع من انواع التصادم. ممكن بقى هنا بصوا بس لوموشن اجيل عربية متوقفة. شايفين يا اولاد? الاتنين اتحركوا في نفس الاتجاهة. حدث تصادم. التصادم ندج عنه اللي مبعاج يعني في جزء من طاقة الحركة بدأت تتغير. السيارة اللي كانت متوقفة اتحركت لقدام شوية. والسيارة اللي كان بتتحرك توقفت عن الحركة او قلت سرعتها. يبقى ازا هنا في جزء من الطاقة بتاع الحركة فقدناه. تعالوا نشوف التجربة دي. انا هجيب الكورتين. وهعلقهم كده جنبه بعد. وهحط هنا بقى سلصال جزء من السلصال عشان خطر الجسمين يتحرك معا. لو ما في السلصال انا هخبط الكرة دي. فالتانية هتتحرك. عادي. دي هتتوقف. بصوا بقى دي كلمة يتحرك معا. شفتوا الانتصاق بينهم الجسمين بيتحركوا كما لو كانوا ايه? كما لو كانوا جسم واحد. دعنوا نفهمها. ادي الكتلة الاولانية. اللي انا هنغز لها بايه? بامة واحدة. وادي الكتلة هسحبها الورا كده. وحاسبها. لما تبدأ تتحرك في الاتجاه ده هتصطدم بمين? هيحطس اصطدم بالكورة التانية. اللي هي ام اتنين. شايفيني القطع اللي في الجنب دي? قطعة السلصال اللي احنا حطينها. علشان يلتصق معا. يعني دي مش هتوقف بقى. ده الجسم ده وهو بيتحرك. هيشد معا الجسم ده. فيتحرك معا. شفتوا كلمة يتحرك معا. طب تفتكروا ياولاد. الجسمين وهم بيتحركوا سوا. وهم شبكين في بعض. سرعتهم هتبقى قد ايه? قد سرعة الجسم الاولاني ما تحرك? ولا اقل منها? ولا تساويها? انا دلوقتي الجسمين شبكين في بعض ومشيين مع بعض. ودي دايما الاقيها في المسألة وهو بيقول لي تحرك معا. تحرك معا. تعالوا نشوفها بقى ازاي نسبتها رياضي. كده انا مفروض عندي ان كمية التحرك قبل التصادم بتساوي كمية التحرك بعد التصادم. طب تعالوا نشوف بقى كده. اهو. قبل التصادم ايه اللي حصل? كان الجسم الاولاني اما واحد في واحد دي كمية التحرك بتاعه. بينما الجسم التاني كان ساكن وبالتالي كمية تحركه بتساوي صفر. ليه بتساوي صفر يا ولاد? لان سرعته بتساوي صفر. حتى لو كانت كتلته الف كيلو حضربها في صفر يبقى كمية التحرك بتساوي ايه? بتساوي صفر. بعد التحرك الجسمين تحركة معا شايفين دي M1 زائد M2 وتحركة بسرعة بسميها V1 و2 يعني سرعة الجسمين معا V اللي هي السرعة و1 و2 اللي تحت دي اللي هي سرعة الجسم الاولاني وهو ماسك ولازق أو مرتبط بي الجسم الثاني يبقى دي سرعة الجسمين معا تعالوا نبص كده انا عايزة جيب دي الوحدة اللي هيحصل هاخد دي ووديها الناحية التانية هوديها الناحية التانية ازاي بعكس الاشهارة طب M1 زائد M2 دي موجودة هنا ازاي موجودة ضرب موجودة حالة ضرب هنا لما وديها الناحية التانية هاوديها برافو هاوديها اسم طيب تعالوا بقى الناحية التانية الصفر ده مالوش لازمة مالوش قيمة فهتجهله هيفضل عندي ال V واحد والم واحد اهي موجودة فوق والم واحد زائد M2 هتبقى موجودة تحت طب يا ولاد انت لو قلنا ان ام واحد بتساوي ام اتنين يبقى فوق في ايه في كتلة واحدة وتحت في ايه كتلتين والكتلتين قد بعض يعني لو اللي فوق بواحد يبقى تحت واحد زايد واحد هتبقى باتنين لو اللي فوق باتنين يبقى اللي تحت اتنين زايد اتنين هتبقى واربعة تبقى اتنين على اربعة يبقى دايما الكمية او القيمة اللي تحت ضعف القيمة اللي فوق اذا لما تبقى اللي فوق واحد اللي تحت هتبقى ضعفها يبقى V1 و 2 بتساوي نص V1 يعني سرعة الجسمين معا هتساوي نص سرعة الجسم الاول تاني كده بالراحة ده إثبات آه إثبات شايفة فيه V هات كتير و M و كده نركز مع بعضين كمية التحرك قبل التصادم احنا عارفين الجسم الاولان يماله M1 V1 عشان دي كمية الاي قانون كمية التحرك طيب الجسم التاني كان ساكن كمية التحركه بتساوي 0 بعد التصادم حصل ايه اللي اتنين كانوا ملتصقين مع بعض يعني الجسمين تحركة معا كجسم واحد يبقى M1 زي M2 بيتحركوا بسرعة هذه السرعة اسمها V1 و 2 يعني سرعة الجسمين معا هلاقي V فوق كده وتحت كلمة ايه واحد و 2 طيب انا في M1 زي M2 هنا مضروبة في ال V1 و 2 حاوديها الناحية التانية بعكس الاشارة تروح ايه تروح اسمها ازا سرعة الجسمين معا بتساوي آه كتلة الجسم الاولاني على كتلة الجسم التانية زي كتلة الجسم الاولاني مضروبين في سرعة الجسم الاول طب لما نقول ان M1 بتساوي M2 في الحالة دي هاقول هعوض عندي بواحد وده الضعفة تبقى باتنين يبقى نص به واحد يبقى ازا سرعة الجسمين معا بعد التصادم تساوي نص سرعة الجسم نص سرعة الجسم الأول يبقى طاقة حركة الكراتين بعد التصادم اقل من شايفين العلمة دي العلمة دايما يا ولد فتحة بقى ناحية الكبير وبتدي ظهرها للصغير يبقى طاقة حركة الكراتين بعد التصادم هتبقى اقل من طاقة الحركة لهم قبل التصادم وده اللي انا بسميه التصادم غير المر تعالوا نشوف المسألة كده قدام مني اطلقت رصاصة قتلتها 25 جرام على كرة خشبية ساكنة كتلتها خمسين جرام فسكنت الكرة داخل الرصاصة داخل الكرة وتحرك معا بسرعة قدرها 100 متر كل سانية احسب سرعة الرصاصة قبل التصادم تعالوا نبص للمسألة انت دلوقتي بتتكلم على الرصاصة وقلتلي ان كتلتها 25 جرام ننتظر بقى كده هنا شوية 25 ايه جرام الوحدة اللي انا بجيز بيها ايه هي الكيلو جرام عشان تتوافق مع ايه مع السرعة اللي من دهاني بالمتر الكل سانية لازما اوحد وحدات القياس بنفس النظام 25 جرام على كرة خشبية ساكنة يبقى ايزا الجسم التاني كان ايه كان ساكن وطالما كان ساكن كمية تحركه صفر الكرة الساكنة دي كانت كتلتها 50 جرام ايه اللي حصل بقى الرصاصة دخلت جوة الكرة طالما دخلت جوة الكرة وسكنت جوة الكرة اذا تحرك الكرة بعد كده يبقى الجسمين مع بعض اللي هي من الرصاصة والكرة والسرعة سرعة دي الجسمين معا ميت متر الكل سانية عايز يحسب سرعة الرصاصة قبل التصادم يعني عايز هنا ايه يا اولاد عايز في واحد تعالوا نبص كده على البيانات بتاعتي الاول ادي اهو الكتلة الاولانية 25 ما انساش انها بالجرام الكتلة التانية 50 وبالجرام برضو في واحد واتنين اللي هي سرعتهما معا ميت متر كل سانية اصبح عندي في واحد هي الايه هي اللي مطلوبة تعالوا نبص كده انا عندي القانون بيقوليني في واحد واتنين بتساوي ام واحد على ام واحد زايد ام اتنين في واحد انا مجرد ما كتبت القانون كل اللي هعمله ايه هبدأ اشيل المعطيات الرمز وحط من المعطيات اللي هم الدهين في واحد واتنين بكام بمية الكتلة الاولانية لازم احولها لكيلو جرام هعمل ايه هقسمها على الف فبدل ما هتبقى خمسة وعشرين جرام هتبقى خمسة وعشرين على الف لو المشكلة حضرتك مش فاهم دي جات منين اقسم لي خمسة وعشرين على الف وحطهم لي فوق في البست تمام انا كده بس مطلع عن ناتك او انت على الايح escri بحط خمسة وعشرين على الف ليه على الف عشان احول من وحدة الجرام لوحدة الايه الكيلو جرام هنزل تحت هحط ام واحد بكام بخمسة وعشرين من الف وائم اتنين اللي هي كت خمسين جرام اتحولت لخمسين من الف برضو لو انت مش فاهم الدنيا دي جات منين اقسم على الف حط كده خمسين على الف والفي واحد اللي مطلوبه انا عايز اجيب الفي واحد عايز اتخلص من ده وخلي الفي واحد لوحدها طب ده ايه يا ولاد ده كسر اوعى حد يقولي انا هختصر ده مع ده خدوا بالكم ان فيه هنا علامة ايه علامة زائد علامة الزائد دي ما ينفعش فيها اختصارات انا هعمل ايه هاودي الكسر ده الناحية التانية عند المية طب اوديه زي ما هو لا الكسر بيروح الناحية التانية عكس الاشارة طب الكسر ادي عندي خمسة عشرين من الف فوق والمجموع تحت اودي الناحية التانية واشقلبه يبقى اذا الخمسة وعشرين من الف هي اللي تحت وفوق ادي خمسة عشرين من الف زائد خمسين من الف واضربها في المية وهشغل الالة الحزبة بتاعتي هيطلع لي بتلتمية وما انساش ان انا باجيب سرعة يعني واحدة قياسها متر لكل سن تاني كده. انا دلوقتي انت تدتني سرعة الجسمين معا. اللي تحرقها معا اللي هي بمية. كتلة الاولاني خمسة عشرين جرام حولتها لكيلو جرام فأسمتها على الف. الخمسة وعشرين جرام بقت خمسة وعشرين من الف. السرعة بتاعتي الاولينية هو طالبها. هنزل تحت اما واحد خمسة وعشرين من الف. وكذلك الكتلة التانية اللي هي اما اتنين بخمسين من الف. عشان هي بخمسين جرام. بودي الكسر ده الناحية تانية بعكس الاشارة فبشاقلبه. تهمنا ليه? انا حطيت الخمسة عشرين من تحت اهي شاقلبت الكسر حطيت المقام بس والبسط مقام وضربتهم في المية واستخدمت الالة الحسب. اصبحت كام? تلتمية متر لكل سانية. طب تعالوا بقى نشوف كده. جسم كتلته واحد كيلو جرام. يتحرك بسرعة تلاتة متر لكل سانية. نحو جسم ساكن. كتلته كاف? كتلته كاف يعني يا ولاد? يعني الكتلة بتاعتي مجهولة. يبقى اكيد اكيد هو هيطلبها مني. بعد استضامهما معا تحرك كجسم واحد. بسرعة قدرها خمسة من عشرة متر لكل سانية. فما كتلة الجسم السكن. ناخد بانا الكتلة هنا بالايه? بالكيلو جرام? ازا انا مش هعمل اي تحويل. طيب. اتي الجسم الاولاني كتلته واحد كيلو جرام. الجسم التاني آآ مجهولة الكتلة بتاعته. الاولاني بيتحرك بسرعة مقدرها تلاتة متر لكل سانية. وهو وبعد الاستضامة تحركها معا كجسم واحد. ادك هنا سرعة الجسمين معا. ادي ام واحد بواحد. الفي واحد بتلاتة. سرعة الجسمين معا خمسة من عشرة. وهو طالب عندي الكتلة. يا ولاد لما انا بكتب الرموس كده او بكتب الوحدات القياس بتاعتي او واكتب القيمة اللي هو مدهني في المعطيات. بصوا شكل القانون بتاعي. وانا حط ام واحد وفي واحد وفي واحد واتنين وام اتنين. على طول شكل القانون هيجي على بالي. وانا بشتغل من مجرد ان انا طلعت المعطيات ورسيتها او ربعا. تعالوا نشوف بقى كده. ادي ام واحد زيد اه ام اتنين. مضروبة في واحد بتساوي اه ام واحد في واحد زائد صفر. جات ازاي? اجي الجسم الاولاني اللي قال لي فيه. انا كتلته كانت واحد كيلو جرام وسرعته كانت تلاتة. الجسم التاني كان ساكن فكمية التحرك بتاعه بيساوي ايه? صفر. بعد التصادم اللي حصل تحركة معا ام واحد زيد ام اتنين مضروبة في ايه? في سرعة الجسمين معا. كل اللي انا هعمله اني انا هبدأ اعوض كتلة الجسم الاولاني بواحد. كتلة الجسم التاني مجهولة. اوعى ما تكتبهاش. لازم نكتبها يا ولادة نكتبها رمز. ان هي مطلوبة. في ناس يقولولي اصل هو مش مدهاني فما حطهاش في المسألة. لأ حط الرمز بتاعها. زائد كتلة الجسم التاني في سرعة الاتنين معا. خمسة من عشرة. بتساوي هنا اجي الواحد بتاع كتلة الاولاني في واحد. احنا هنعمل ايه? عادي خالص جدا يعني انا هفك القوس دوت اه دي خمسة من عشرة في واحد بخمسة من عشرة وامة اتنين مضروبة في خمسة من عشرة بقيت خمسة من عشرة امة اتنين. طب في هنا علامة زائد. انا بقى عايز اجيب دي لوحدها. نركز كده. انا عايز اجيب دي في طرف لوحدها. يبقى لازم اتخلص من اللي جنبها. اتخلص منهم ازاي? اللي موجود بعلامة موجب جمع اود دي الناحية التانية طرح. اللي موجود بعلامة ضرب اودي الناحية التانية اسمها. شغل بقى بتاع الابتدائي. رياضيا. انا هشتغل رياضة بعد كده. فانا وديت الخمسة من عشرة دي بالطرح عشان هي هنا ايه? اشارتها جمع. هودي الناحية التانية بعكس الاشارات تبقى سالب. دي هتبقى آآ دي هتبقى مضروبة هودي الناحية التانية هتبقى آآ اسمه. والنتيجة عندي الان الحزب هتطلحوا لي خمسة وما نساش ان انا بجيب مين? بجيب كتلة يا ولاد. والكتلة واحدة قياسها بالكيلو جرام. الدفع. ايه بقى موضوع الدفع? الدفع ده هو التغيو في كمية الحركة. كلمة دفع يعني كمية الحركة بتاعتي بتتغير. تعالوا نبص كده يعني ايه دفع? الدفع كمية فيزيقية متجهة يعني ليها اتجاه. بتساوي اف في دلتا تي. اه هنا بقى نيجي لمعلوماتنا من الترمي الاولين. الاف دي عبارة عن ان هي رمز ايه? رمز القوة. والتي ده رمز الزمن. المثلس الصغير اللي قبل الزمن ده معناه التغير في الزمن. ازا الدفع هو عبارة عن ان هو حاصل ضرب قوة في زمن. وهو كمية ايه? كمية متجهة. تعريف الدفع هو مقدار التغير في كمية التحرك. وحدة قياسه ميوتن بوينت متر. ميوتن نقطة متر. معادلة ابعاده م ال تي سالب واحد. طب دعالوا بصوا بقى معي. ده الاثبات البسيط بتاعي. دلوقتي انا بقول ان القوة بتساوي معدل التغير في كمية التحرك. فاكرين التعريف ده? اخدناه الترمي اللي فات. اف بتساوي دلتا ام في على دلتا تي. معدل التغير في كمية التحرك. ادي معدل وادي الام في اللي هي كمية التحرك. وكلمة معدل ايه? يعني ده تغير في كمية التحرك وده المعدل يعني كل قد ايه كل فترة زمنية قد ايه? طيب تعالوا نضرب طرفين في وسطين كده يبقى اف في دلتا تي بتساوي دلتا ام في يبقى ده الدفع بتاعي بيساوي معدل التغير في كمية الاي في كمية التحرط. انا لغاية الان مش فهم يعني ايه دفع. تبصوا معايا بقى كده. انا لو عندي جسم او او سوق. والكرة مسلا دي اتخبطت وراحت في الاتجاه ده. ده قبل التصادم. وليها سرعة اسمها في واحد. لما هتخبط هنا. هتخبط القوة هتردها في الاتجاه الاخر. في عكس الاتجاه اللي جات منه. بسرعة تانية خالص اللي هي سرعتها التانية. يبقى حصل تغير في اتجاه السرعة. آآ وكذلك في قيمة السرعة. يبقى قبل التصادم. الكرة هتتحرك كده. هتخبط فيه او هتصطادم هنا. الاستضام ده هيدفعها بقوة في عكس الاتجاه اللي جات منه. يعني هي دخل ايمين. هتخرج ايه? هتخرج في ايه اتجاه اليسار. وطبعا اكيد السرعة بتاعتها تختلف. قبل التصادم عنها بعد التصادم. لسه برضو مش فهم يعني ايه دفع. طيب. نشوف كده. كرة تنس كتلتها خمتين وخمسين جرام. تتحرك افقيا بسرعة قدرها تلاتاشر متر لكل سانية. عندما ضربت بمضرب جعلها تنعكس. كلمة تنعكس يعني ايه يا ولد? يعني ارتدت وفي عكس الايه? في عكس الاتجاه. وتصير سرعتها تساعتاشر متر لكل سانية. فاذا كان زمن تأسير قوة المضرب على الكرة هو واحد من مية من السانية. يعني جزء بس اللحظة اللي اتضربت فيها او لمست فيها الكرة للمضرب بتاعي. احسب متوسط القوة المؤثرة على الكرة بواسطة المضرب. تعالوا نبص على مسألتنا كده. انت عندك كرة تنس وكتلتها مدهالي امتين وخمسين بالايه? بالجرام. يبقى اول حاجة هفكر فيها برافا. لازم ان احاولها للايه? للكيلو جرام. وبعدين قال لي تتحرك افقيا بسرعة قدرها تلاتاشر متر لكل سانية. وده السبب اللي هيخليني احاول دي للكيلو جرام. لانه هنا مستخدم مين? مستخدم المتر. دربت بمضرب يعني اتخبطت بمضرب جعلها تنعكس. كلمة تنعكس يعني السرعة بتاعتي عكس تلاتجاه. يعني لو هي دخلة موجة بتخرج ايه? تخرج سلب. لو هي دخلة سلب تخرج موجة. وتصير سرعتها تسعتاشر متر لكل سانية. بقى دي السرعة مين? السرعة التانية. فاذا كان زمن تأسير قوة المضرب على الكرة يبقى هنا دي مين? دي تي. واحد من مية من السانية. عايز القوة المؤسرة على المضرب. تعالوا نشوفها كده. ادي الكرة. اتحركت في هزا الايه? في هزا اللي تجاه. خبطها. بصوا اللحظة دي اسمنا الاصيضان دي اللي هي واحد من مية من السانية. فالكرة ارتدت الناحية التانية وبسرعة ايه? وبسرعة مخلفة. شايفينها كده تاني? ده الدفع. دي فكرة الايه? فكرة الدفع. بصوا بق معي. ادي المسألة بتاعتي. اما واحد اللي هي الكتلة الاولانية بمئتين وخمسين جرام. والسرعة بتاعتها كانت تلتاشر. لو انا اعتبرت السرعة دي مجابة يبقى هي ارتدت بسرعة سالبة. لو انا اعتبرت دي سالبة يبقى ارتدت بسرعة مجابة. انا هعتبر ان وهي دخلة على المضرب كانت سرعتها مجابة. في بقى بعد ما اصطدمت هسميها في داش او في شرطة. هحط شرطة كده فوق الفي عشان نعرف ان دي في قبل التصادم ودي في بعد التصادم. هتسميها بقى في داش هتسميها في شرطة براحتك. احنا بس عايزين نحط خط كده فوق الفي بعد عملية التصادم كأن كده الفي كده استضمت فى حطنا لها خط ايه فوقها كده عشان نفرق بين. قبل التصادم وبعد التصادم. اه بتساوي سالب تسعتاشر متر كل ثانية. والزمن بتاعي واحد من مية بالايه بالثانية. انت عايز مين? عايز القوة يعني عايز اف. ايه دي القانون بتاعي اف في دلتة تي بتساوي. ام ودي التغير بقى. شايفين التغير اصل الكتلة اولاد مش هتتغير. الكتلة سبتة. احنا عارفين كده ان الكتلة مقدر ما يحتوي الجسم من مادة فالكتلة مش هتتغير. اصبح عندي التغير فين? في السرعة. ايه دي السرعة بعد التصادم ناقص السرعة قبل التصادم. هو ده مقدر التغير فين في السرعة. تعالوا بقى انا عوض كده. ادي ام. هاودي الدلتة تيدي الناحية التانية. هابدأ اعوض ادي الكتلة خمسة وعشرين من الف ليه عشان انا حولتها من الجرام الى الكيلو جرام. طيب. في داش او في شرطة اللي هي السرعة بعد التصادم كنا ما ادينها اشارة سالبة. فهتبقى سالب تسعة تاشر. طيب. ناقص ادي الناقصة هي. ومين اللي كانت مجابة كانت اللي دخلها اللي هي التلتاشر. بقت ناقص تسعة تاشر ونقص تلتاشر. ليه? لان انا طرحت دي اللي هي المجابة من السالبة. ادي عملية طرحة. وتحت حكتب اه دلتتي اللي هي الايه? اللي هي اه واحد من مية. واشتغل الرياضة. شايفين الكسر ده? اعتقد ان سهل جدا ان انا اخطه على الحزبة بتاعتي. وبالتبعية هيطلع لي القوة بتاعتي بآه سالب تمنمية عشان خطر هي تجاه القوة مختلف. القوة بتاعتي قيمتها تمنمية وما نساش القوة كانت بتقاس بايه يا ولاد? كانت بتقاس بالنيوتن. تعالوا بقى نشوف ايه الاسئلة اللي ممكن تجينا في هذه الجزئية. غير موضوع المسائل. اذكر اسم المفهوم العين. تصادم بين جسمين يصحبه نقص في طاقة الحركة بعد التصادم. مين اللي بيصحبه نقص? تمام. حتى كلمة نقص معنا ان هو ايه? انه هو التصادم غير المال. التغير في كمية الحركة ده تعريف مين? ده تعريف الدفع. يبقى الدفع هو التغير في كمية الحركة. تصادم بين جسمين. لا يصحبه تغير في مجموع طاقة حركة الجسمين. اذا هذا التصادم ما فيهوش مش هيفقد فيه حركة. طاقة الجسمين قبل التصادم تساوي طاقتها بعد التصادم. ازا دوت عبارة عن انه التصادم المارن. ده علامة صح او خطأ. تصادم جزيئات الغيز مع بعضها البعض يعتبر تصادم غير مارن. احنا قلنا من امثلة التصادم ايه اللي كانت جزيئات الغيز من امثلة اه تصادم المارن يبقى كده دي غلط لان التصادم جزيئات الغيز هو تصادم مارن. تصادم بين جسمين يصحبه نقص في طاقة الحركة بعد التصادم هو تصادم غير مارن. طالما قال لي كلمة نقص ممكن بقى احنا نربطها بقى. كلمة نقص دي قلت يعني حصل تغير يبقى غير مارن. ما حصلش تغير يبقى ايه? يبقى مارن. اكمل. معادلة ابعاد الدفع. اه يا ولاد. احنا ممكن من غير ما نكون نحفظ احنا الترمي ده مش عندنا معادلات ابعاد كتيرة. بس احنا نستخدم الطريقة اللي كنا بنعمل بيها معادلات الابعاد. هي الدفع كان ايه? كان قوة في زمن. طب مين شاطر? كان فاكر القوة كانت ايه? اه. القوة كانت مل تي سالب اه اتنين. لما هضربها في تي اللي هي الزمن هتبقى مل تي سالب واحد. اذا انا ممكن معادلة الابعاد اجبها من القانون. طيب تعالوا افكر كده لو حبيت اعرف وحدة قياس الدفع. هو الدفع ده عبارة عن ايه? القانون بتاعه كان بيقول ايه? قوة في زمن. قوة في زمن. القوة واحدة قياسها بالنيوتن. وطالما في عندي عملية ضربة بحط نقطة او بحط كده. طيب والزمن واحدة قياسه كلنا عارفين ان الزمن واحدة قياسه سانية. ازا وحدة قياس الدفع هي ايه? نيوتن سانية. نيوتن مضروبة في السانية. يبقى ازا انا النهاردة اتكلمت على ايه? اتكلمت على اه المنهج اه متن يعني وعرفنا اه موضوعات الدروس اللي موجودة عندنا خلال الترم دوت. يمكن هو الدرس الاولاني او التاني هو اللي فيه شوية معادلات قريبة الشبه بالترم الاولاني. فيها وحدات قياس وفيها اه رموز احنا اتعودنا عليها. هنتكلم على التصادم. عندي نوعين من انواع التصادم. التصادم المرن. وده تصادم لا يحدث فيه اي تغير في طاقة الحركة او في كمية التحرق. يعني كمية تحرق الجسمين قبل التصادم بتساوي كمية تحرق الجسمين بعد التصادم. اه زي ايه? زي المسال بتاع اللي هو تصادم جزيئات الايه? جزيئات الغاز. اجد ان جزيئات الغاز بتصادم ببعضها. وزي ما بتصادم ممكن بقى ترجع في نفس الاتجاه او اه او في الاتجاه المعاكس بدون ما تفقد اي جزء من طاقة الحركة بتاعتها. طيب كمية التحرق بتاعت اي جسم عبارة عن ايه? عبارة عن ام في في. ام كتلته وفي سرعته. لو انا عندي جسمين انا بقول ام واحد وام اتنين. مش معنى كده ان كتلة الجسم الاولاني واحد وكتلة الجسم التاني اتنين. لان هو ممكن ييجي في المسألة يقولك اوجد ام اتنين. ما تقولش يعني ما هي ام اتنين يعني كتلة الجسم اللي كتلته اتنين. ام اتنين اللي هي الجسم التاني. الجسم التاني. يبقى الكتلة مرمزها ام. عندي جسمين او عندي كتلتين يبقى اما واحد وام اتنين. احنا كنا بنقول في التصادم المرن الجسمين لو انا عندي كرة ساكنة والاخرى متحركة بعتبر ان الكرة الساكنة دي كمية تحركها تساوي صفر. ليه بتساوي صفر? لانها ساكنة. يعني السرعة بتاعتها تساوي صفر. وطالما السرعة بتساوي صفر. الكتلة بتاعتها لو ضربتها في الصرعة ازا انا تبقى كمية تحركها اي رقم اتحطه وتضربه في الصفر. هتكون النتيجة عندي ايه? هتكون النتيجة صفر. يبقى الجسم الاولاني بيتحرك يبقى كمية تحرك وهي اما واحد في واحد. يعني كتلة الجسم الاولاني وسرعة الجسم الاولاني. في عملية الاستضام حتى توقف الكرة الاولى. طالما توقفت يبقى سرعتها بقت صفر. وطالما السرعة بقت صفر يبقى الكتلة الاولى بقت ايه? بقت كمية تحركها صفر. بينما الكرة الاخرى التانية بدأت تتحرك ازا هنا اكتسبت حركة. كمية التحرك نتيجة انها حركة? وبتتحرك بنفس السرعة. ليه بقى هنا? عشان ده تصادم مارن. انا ما فقطتش اي جزء من طاقة الحركة بتاعتي. زي ما كنا بنلعب البليارد وكده ونخبط الكرة. الكرة اللي انا بخبطها بديها سرعة. طب تبدأ تتحرك. لما بتصطدم بالكرة التانية بتتوقف الكرة اللي انا خبطتها. بينما الكرة التانية هي اللي بتستمر في الحركة. وبتستمر في الحركة بنفس السرعة. يبقى ده بسميه تصادم ايه? مارن. طب تعالوا كمان يا اولاد عارفين ان العربيات بتاع السباء الهيئة القهربية دي اللي بتنركبها في الملاهي. برضو تلاقي ايه? في تصدم بينهم. ممكن تصطدم مع مع بعضينا شفت التصدم بقى عملت التصدم. لو انت تصدانت كده. انت في الحالة دي سرعتك هتبقى زيها. ممكن ترتد الى الخلفة. ممكن توقفي بقى هنا حصل عندي ايه? حصل عندي تغير في الكمية التحرك. قبل التصدم عنها بعد التصدم. طيب. بالنسبة للنوع التاني من التصدمات اللي هو التصدم غير المارن. التصدم غير المارن هو تصدم بيحدث بين جسمين وينتج عنه نقص في طاقة الحركة. طب النقص ده بيروح فين? ممكن يبقى فصول الطاقة حرارية طاقة صوتية اي حاجة جزء من طاقة الحرارة بيفقد. وطالما طاقة الحرارة فقدت ازا كمية التحرك هيبقى ايه? هيبقى مختلفة عن عنها قبل الايه? قبل التصدم. كمان اخدنا مع بعضنا ان ممكن بعد التصدم الجسمين يخبطوا في بعض ويظلوا ملتصقين ببعض. زي ساعات يحصل يا اولاد عربية تخبط في سيارة تخبط في سيارة تانية وتفضل مجبوكة معها ويتحركوا الاتنين سوا. عملنا التجربة البسيطة بتاعة الكورة وحطينا قطعة من السلصال. قطعة السلصال دي خلت الجسمين بيتحركها معا. ازا سرعة الجسمين وهم مع بعض مختلفة خالص عن سرعة الجسم الايه? عن سرعة الجسم الاولين. يبقى انا في عندي حاجة اسمها V1 اللي هي سرعة الجسم الاول. V2 اللي هي سرعة الجسم التاني. V1 و2 سرعة الجسمين معا. ودايما هلقيها في المسألة وهو بيقول لي ايه? تحرك معا. يبقى في الحالة دي هيبقى ايه? V1 و2. طيب. هل سرعتهما معا بعد التصادم? زيها قبل التصادم? هل تسويها? هل هي اكبر منها? هل هي اقل منها? لأ احنا اثبتنا بالاسبات بتاعي الرياضي ان هي بتكون اقل. تقريبا هتبقى نص سرعة الجسم اللي اللي خبط فيها. طيب. كمان اخدنا حاجة اسمها الدفع. والدفع ده هو مقدار التغير في طاقة الحركة بتاعتي. طيب الدفع ده برمز له او او قانون بتاعه بيقول لي ايه? بيقول لي F في دلتا تي. يبقى الدفع ده بيساوي F في دلتا تي. يعني القوة عندي في في الزمن او مقدار الزمن. وخدنا مثال لها عندي اللي هو زي الايه? زي الكرة بتاعت الايه? بتاعت المضرب. مجرد ما الكرة بتتحرك في الاتجاه ده بتخبط في المضرب وبترجع في الاتجاه الاخر. الاتجاه الاول لو انا اعتبرته موجب يبقى ارتداد الكرة في الاتجاه الاخر يعتبر ايه? يعتبر سليم. الجزء اللي بتلمس فيه الكرة المضرب ده الزمن بتاعي. يبقى انا لو عايز القوة بقول لي ان القوة بتاعتي عبارة عن ايه? F في دلتا تي. طيب هو تغير في كمية التحرك او ما دفعك التغير في كمية التحرك. ازا بيساوي M في التغير اللي حصل في السرعة. لان احنا عارفين ان الكتلة مالها الكتلة سابتة لا تتغير. ايه اللي هيتغير معي? هتتغير معي السرعة. يبقى اشوف السرعة قبل التصادم وبعد التصادم. واطرحهم من بعض. واراعي الاشارات. انت دلوقتي هتاخد اللي دخل على المضرب بالموجب. يبقى ارتدادها هيبقى بالسالب. اطرحهم من بعض. واحدة موجب والتانية والتانية سالب. باشارة سالبة. باطرح التانية من الاولانية. طب التانية دي ات اشارتها موجبها ماشي. اوكي. هحط الاولانية السرعة بتاعت الارتداد بالسالب. واطرح منها السرعة اللي بالموجب. وبالتالي هي دي اللي انا بجيب بيها التغير في السرعة بتاعة الجسم بتاعها الترمي دوت يا ولاد سهل بالنسبة لي احنا خلاص عارفنا F وعارفنا M وعارفنا معادلات الابعاد عارفنا ازاي نوجد وحدات القياس فبالنسبة لي الامر مش ايه مش مبهم لو انا بدأت اذاكر من دلوقتي ومن الاول كده لان الترمي ده تقريبا صغير فما يسرقكش الوقت وتقول انا قبل الامتحان هبدأ اذاكر عملتها قبل كده اكيد ولقيت نفسك النتيجة كانت ايه لو انت تبعت مادة من اول السنة بالمذاكرة والمتابعة هتحقق فيها درجات طب الناس اللي ممكن يكونوا ما اجابوش درجات كويسة في الترمي الاولاني انت عندك فرصة ما تفوتهاش تبدأ في الترمي التاني وعايزين ان شاء الله كلنا نقفل درجات الترمي التاني عشان لما اجمحها الترمي الاولاني آآ كلنا ننتقل الى الصف التاني ان شاء الله وتاخدوا فيه فيزيا برضو معلومات الفيزيا اللي انا بخدها مترقمة معاية يعني ايه يعني رموز اللي انا خدتها المراضي القوة بالاف والكتلة بالامة والكلام ده والسرعة بالفي كل الكلام ده هرجع استعيده تاني او اتعمل معي تاني في سنة تانية وسنة تالتة على حسب المنهج بتاعي ازا انا عرفت خلاص طريقة المذاكرة بتاعتي وآآ بقية الترمي ان شاء الله حيتبقى آآ بيبتكلم على الطاقة الحرارية ودي هتبقى هنحس بيها انها قريبة مننا وإحنا قلنا ان الفيزيا دي عبارة عن ايه عبارة عن حاجة بتعمل لي بتشرح لي الامور او الاشكال او الدنيا اللي بتحصل حوالي يبقى احنا النهاردة اخدنا التصادم المرن غير المرن اخدنا الدفع اخدنا لهم تعريف التعريف دي هتتحفز اخدنا للدفع وحدة قياس معادلة ابعاد حضرتك مطالب بيها المسائل الرياضية عندنا زي ما احنا تعودنا بطريقة حل المسائل هنبدأ نطلع الرموز بتاعتي نطلع المعطيات بتاعتي نحدد القانون ونبدأ نشتغل عليها ان شاء الله ترمي سعيد علينا ونحصل فيه درجات كويسة اتمنى ان انا اكون بسطت لكم المعلومة والى لقاء اخر يتجدد بكم دائما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته